السؤال اللي بعد كده بيقول هل يتم استخراج 10% من أرباح شهادة الاستثمار من أول شهر أرباح ولا لابد من مرور السنة على شراء الشهادات لا بيطلع من أول شهر ليه بيطلع من أول شهر؟ خلينا أقولك شهادات الاستثمار بيتنزع على شبهين الشبه الأولاني وهو قوي إن شبهها بالأثمان لإنه إحنا لما بنربط شهادات الاستثمار بنربط أموال بنربط أثمان بنربط نقود بنك نوت فالشهادة الاستثمار ده أشبه بالأثمان أشبه بالأثمان يعني إيه؟ أشبه بالذهب والفض أشبه بالذهب والفض فهو زهب الفضة دي بيكون فيها زكاة الأثمان طيب الحياة التانية هو أشبه بزروع والثمار ليه جي من إن الشبه ده قال له أصله هو مربوط شهادة الثمار دي مربوطة ولو فكتها طبوز قال طبوه إيه الحكاية قال إحنا بنعمل إيه حاجة اسمها قياس غلبة الشبه إيه قياس غلبة الشبه بنشوف هي أكتر شبه بمين ففي لحظة من لحظات بنقول والله عشان الفتوى المستقرة بنقول والله لو كان الشخص ده ما عندوش غير لشهادة الاستثمار دي وهو بيسرف من رعة يبقى يطلع عشرة في المية من الريعة من إمتى من أول مرة بيجي له هذا الريعة ليه لأن الله سبحانه وتعالى في الزكاة أمرنا أن نخرج الزكاة عند الحصاد طيب والحصاد بتاع الفلوس ده زي إيه لما بيجينا الريعة يبقى عن طلع عشرة في المية مع أول ريع بيجينا مش هنستنى لما يحول الحول عن طلع عشرة في المية في أول ريع بيجينا ويبقى ساعتها يبقى جواب السؤال ده وتقول لها يحصل عن طلع مع أول ريع بيجينا عشرة في المية من الريعة ده إذا كان المال إيه ما عنديش غير الأموال دي بأنفق منها تطلع عشرة في المية من الريع من أول ريع يجيني مش هستنى لما يحول الحول لإني لما يحول الحول وييجي كمان يكون النصاب وحوالان الحول ده ده في الأموال في الأثمان لكن احنا قسنا شهادات الاستثمار على الزروع والثمار وعشان كده طلعنا عشرة في المية من الريع يبقى طلع عشرة في المية من أول ريع يجيني حتى لو كان ده قبل السنة